بدء عودة الانترنت تدريجيا على مستوى جمهورية مصر العربية بعد ما حصل لخبطة في الخدمة لو حبيت تسميها كده وفي بعض المناطق معانا على التليفون الأستاذ محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات وطبعا أستاذ محمد انت عارف ان المبتسم ليه؟ منور يا أستاذ يوسف أخبر حضرتك ايه؟ طبعا عارف مبتسم ليه أستاذ يوسف طبيق شخصي عزيز جدا علي طبعا احنا مع بعض في المدرسة بما احنا دينا 4 سنين فارفع الألقاب وهنتكلم جد وكل حاجة لأنه احنا مع المشاهدين على الهواء ايه اللي حصل؟ بص دقيقة احنا نزلنا بيانة على القناة الشرعية بتاعتنا والسوشيال ميديا ان فيه حصل وقد تقني فني بحث في أحد الأجهزة الرئيسية المسؤولة عن تشغيل السيستم الرئيسي او الشبكة الرئيسية للمسؤولات الانترنت المنزلي والتجيسون الأرض طيب وتم تداركه سريعا جدا في خلال ساعة ونقالنا على الأجهزة الاثناء الأجهزة البديلة تحويل مصاري على الأجهزة البديلة وتم استعراضها خلاص ولكن الانترنت هتعود تدريجيا لكل عملاء المتضررة في خلال ساعات ان شاء الله طيب أنا مش عايز أدخل معاك في قصص تقنية لأنه أنت نائب رئيس الشركة ونائب رئيس التنفيذ يعني وأنا عارف أن الأمور التقنية دي بتبقى معقدة حبتين لكن لازم هسأل سؤال هل من الوارد أنه ده يتكرر تاني؟ لا إن شاء الله مش هيتكرر تاني هو نسبة حدوثه نادرة جدا ولكنه يحدث أي سيستم قابل لفيلير جاء ما أنت شوف تجدهات حصل في الواتساب وبيحصل في الايفون بيحصل في الفيسبوك بيحصل يا يوسف نادر الحدوث ولكن بيحصل الإجراءات المتابعة تبقى بنتحقق من أسباب الحدوث وكده كده لازم يبقى فيه عندنا أجهزة باكب أو بديلة بيتم تدارك المشكلة عن طريقها بنتم نحقق ونشوف سبق أسباب الحدوث مع الشركات أصحاب الأجهزة والتفادي حدوثها مرة أخرى وبالتالي طبعا بعد ما عودت الانترنت بالتدريج لكل العماء وانتظامها وسط قرارها إن شاء الله إن شاء الله هنمتد بيان لتعويض جميع العملاء قريبا جدا يا أخي وانا قاعد في البيت أقول يا ربي هو الانترنت مالها الروتر حصله إيه طب أكلم أبو طالب طيب ولا إيه تخيل بقى لما أكلم أبو طالب نائب رئيس التنفيذي بعيد عنه أنه الصديق الأنتيم صديق العمر أقوله نبقى الانترنت عندنا مش شغال في البيت والله قعدت احتارت لحد بقى ما لقيت إيه البيانات بدأت تصدر من عندكم وحاجات زي كده ففهمت إنه خلاص بيتم تدارك المشكلة هل يمكنني برضه هو في آخر يوم برضه لازم والله وأنا استغنى أبو طالب حبيبي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بس هو المشكلة عشان بس أقولك بس حتة مهمة جدا هي اللي حصل إن هي حصل في بعض المناطق في بعض المحافظات لكن كان هناك فيه مراتك منها سافت السكنية فيها عالية جدا فتضخمت الأمور جامس جدا لكنها محافظتش في حتة معينة متمركدة في بعض المناطق بعض المحافظات في محافظة القاهرة بعض المحافظات وجهي إبلي ومقبوض من القناة صحيح صحيح تعارف طبعا بطبيعة الحال إن ما بتحصل حاجة جوه القاهرة فبتروح من السماعة أسرع من أي محافظة تانية علشان الكسفات اللي موجودة في القاهرة القاهرة هي العاصمة الناس بتتوتر بسرعة وما إلى ذلك الحمد لله إن إحنا تدركنا المسألة وإن شاء الله يعني زي ما أنت قلت كده هي عمرها ما هتبقى يا دي أمور تبقى نادرة الحدوث وإن شاء الله ما تتكررش بإذن الله أنا بشكرك جدا 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 نورتنا وشرفتنا وكل الشكر لزمالي في الإعداد اللي هما سمعوني صوت الأستاذ محمد أبو طالب أشكرك جدا أستاذ محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات